بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك لنبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب و الطالبات سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله تعالى و بياكم و أهلاً و سهلاً بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالتجويد و التجويد كما يخفى عليكم أيها الطلاب و الطالبات من المقررات المهمة التي ينبغي للطالب و الطالبة أن يعنى بها لأن فيها تحسيناً لالتلاوة فالتجويد هو التحسين كما تعلمون و هو إعطاء كل حرف حقه و مستحقه معنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس إثراءات متعلقة بالتجويد بمعنى ما سبق أن درستموه من أحكام التجويد بإذن الله تعالى سنفيدكم بإذن الله تعالى بما يتعلق بتلك الأحكام من إثراءات و أمور تمكن الطالب و الطالبة بإذن الله تعالى من هذا المقرر و يستطيع الطالب و الطالبة بإذن الله أن يكون عنده ذلك التمكن و ذلك الإتقان لمسائل التجويد مما يضف بإذن الله تعالى على ت伝وة الجمال و الحسن والصحة بإذن الله تعالى كل هذا بإذن الله تعالى سيكون حاضراً معنا خلال هذا الدرس ولكن قبل أن ندخل وإياكم في صلب درسنا يحسن بي وبكم أن نستعرض أبرز وأهم الأهداف التي ننشدها بإذن الله تعالى خلال درسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله جل وعلا درسنا هو إثراءات في التجويد نأتي وإياكم لنقف على الأهداف المرسومة لهذا الدرس أول هدف أسمو وإياكم إلى تحقيقه أن يتعرف الطالب على معنى المقطوع والموصول سبق أن درستم هذا الدرس وعرفتم ما المراد بالمقطوع وكذلك المراد بالموصول فهذا الدرس هو يقوي عند كل واحد من الطلاب والطالبات هذا المعنى فيتقرر المراد بالمقطوع والمراد بالموصول حتى يكون هناك بإذن الله تعالى إدراكا وإتقانا لهذا الدرس مما بإذن الله تعالى له أثره على التجويد وعلى حسن التلاوة إذن هذا أول هدف أسمو وإياكم إلى تحقيقه هو تعرف الطلاب والطالبات على المراد بالمقطوع والمراد بالموصول ثانيا من الأهداف التي أسمو إياكم إلى تحقيقه هو أن يبين الطالب والطالب كذلك الفائدة من المقطوع الموصول نشك أن هناك فوائد عرفتموها وقفتم عليها فهنا هذا الدرس يعطي الطالب والطالبة القدرة على بيان الفوائد فقد يسأل أحدكم سؤالا ما الفائدة من دراسة هذا الموضوع ما المنثمر التي يجنيها الطالب والطالبة من العلم أو الوقوف أو دراسة المقطوع الموصول فيبين الطالب والطالبة الفوائد التي بإذن الله تعالى ستكون ظاهرة خلال درسنا أيضا من الأهداف وهو الثالث وهي مرحلة لاحظتم أن الهداف مرحلية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهو مرحلة أرقى وهي أن يميز الطالب والطالبة بين المقطوع والموصول في رسم المصحف فبمجرد ما ينظر الطالب أو الطالبة في المصحف يعرف أن هذا موصول وهذا مقطوع وهذا هو الذي نسمه بإذن الله تعالى إلى الوصول إليه أخيرا من الأهداف وهو الزبدة في درسنا وهو بيت القصيد أن يطبق الطالب والطالبة قراءة المقطوع والموصول بصفة صحيحة إذن هذه أبرز الأهداف المرسومة التي أسعى وإياكم إلى تحقيقها من خلال درسنا بعد هذا كنوا معي أيها الطلاب لندخل في هذا التمهيد الذي بإذن الله تعالى يكون حلقة للدخول في صلب الدرس أمامكم مما سبق تعلمه عزيزي الطالب وكذلك الطالبة حاول معي أخي الطالب وأخي الطالبة حل الأسئلة فيما يأتي هذه أسئلة ينبغي أن نركز سويا حتى بإذن الله تعالى يكون لنا التمكن الصحيح والتمييز بين المقطوع والموصول هنا واحد ضع في الفراغات الآتية المصطلح المناسب عندنا مصطلحان هما مصطلح المقطوع ومصطلح الموصول نأتي أولا إلى الفقرة ألف أنتم معي يا طلاب الطالبات نعم هنا فراغ الكلمة التي فصل بعضها عن بعض في خط المصحف هل هذا المصطلح وهذا التعريف هو المسمى بالمقطوع أم هو المسمى بالموصول نعيد الكلمة التي فصلة لاحظ التي فصلة بعضها عن بعض في خط المصحف هل هذا التعريف ينطبق على المقطوع أو الموصول أحسنتم نعم ينطبق على المقطوع إذن المراد به المقطوع إذن نقول إن المقطوع المراد به ماذا؟ الكلمة التي فصل بعضها عن بعض في خط المصحف هذا ما يتعلق بهذا المصطلح نأتي الفقرة بـ نقرأ التعريف هنا طبعا فراغ نريد أن نكتب المصطلح المناسب الكلمة التي وصل بعضها ببعض في خط المصحف طبعا لشك أنكم تعرفون أن المراد به الموصول إذن نكتب هنا الموصول إذن الموصول هو الكلمة التي وصل بعضها ببعض في خط المصحف بهذا أيها الطلاب والطالبات أتينا على أول هدف وهو أن نعرف ما المراد بالمقطوع وكذلك أن نعرف ما المراد بالموصول بعد هذا كنوا معي في هذا المحور الآخر في هذا الدرس هنا المحاور المتعلقة بهذا الدرس وهو أن نعرف فوائد المقطوع وفوائد الموصول هنا أذكر فوائد المقطوع والموصول هناك فوائد لمعرفة المقطوع والموصول يجنيها الطالب وكذلك يميز بين المقطوع والموصول هذه الفوائد سنأتي عليها بإذن الله تعالى تباعا حتى يكون عند الطالب والطالبة تلك الدراية والاستيعاب لهذا الدرس أول فائدة من الفوائد التي يجنيها الطالب والطالبة من معرفة المقطوع والموصول أول فائدة هي واحد لاحظ معي جواز الوقف على الكلمة المقطوعة دون الموصولة لو أننا مدلا عندنا كلمة إنما لاحظ معي إذا كانت موصولة إنما رسمها واحد وصلوا النون بالماء فهذا سمى ماذا موصول هنا لا يمكن أبدا أن أقطع وأقف على إن لكن لو كانت مرسومة في المصحف إن وماء لوحدها بإمكاني أن أقف على إن طبعا الوقف ليس اختيارا وإنما اتضارا أو اختبارا لا يمكن لطالب أو قارئ أن يقف على المقطوع باختياره فإن هذا لا يصح لكن هو إما أن يكون اختبارا من معلم أو أستاذ أو يكون اضطر لأجل النفس الذي حبسه إذن هذه فائدة من فوائد معرفة المقطوع والموصول نأتي إلى الفائدة الثانية وهي زيادة لاحظ معي حروف المقطوع على حروف الموصول لاحظ معي غالبا لأن أحيانا لا تكون زائدة تكون متساوية لكن في الغالب أنه إذا قطعت زادت حرفا أو أكثر لكن في الغالب وقد تفصل أو تقطع ويكون الحروف واحدة سواء في حال القطع أو حال الوصل طبعا هنا إذا كانت في زيادة ما الفائدة طبعا سؤال لكم أنتم وليكن أن الحروف زائدة في المقطوع على الموصول زيادة في الأجر زيادة في الأجر لأن بكل حرف حسنة فإذا قرأت المقطوع وكان فيه زيادة في حرف فقد زاد عندك حسنة والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إذن هذه فائدة شرعية من حيث الأجر عند الله سبحانه وتعالى وكذلك فائدة يعلمها الطالب والطالبة من خلال الزيادة في الحرف في رسم المصحف الشريف إذن هذه الفائدة الثانية من فوائد معرفة المقطوع والموصول نأتي إلى الفائدة الثالثة هي التفريق في الأداء بين المقطوع والموصول سؤال لكم ما المراد بالأداء؟ لا بد أن نعرف قبل أن ندخل في هذه الفائدة ما المراد بالأداء؟ الأداء لهو التلاوة أداء التلاوة يعني إذا قرأ القارئ وأدى التلاوة هنا لا بد أن يكون تفريق إذا قرأ القارئ وكانت الكلمة موصولة هنا لها أداء خاص أما إذا كان يقرأ القارئ والكلمة مقطوعة فلها أداء آخر يميز القارئ بصوته وأدائه وتلاوته بين المقطوع وبين الموصول إذن هذه أيضا فائدة ثالثة وهي التفريق في الأداء بين المقطوع والموصول نأتي أيضا إلى فائدة رابعة كنوا معي أيها الطلاب والطالبات الرابع من فوائد معرفة المقطوع والموصول ضبط المتشابهات من جهة الرسم والحفظ لا شك أن كتاب الله تعالى متشابه يشبه بعضه بعضا ويتفلتنا الحفاظ فيعين معرفة المقطوع والموصول الحفاظ على ضبط المتشابه بمعنى في سورة معينة هناك رسمت إنما مقطوعة وفي سورة أخرى رسمت إنما موصولة فيميز الحافظ هذا الموضع بأن في تلك السورة كانت الكلمة مقطوعة فيكون هذا راسخا في ذهنه فإذا ما قرأ من حفظه وأتى إلى هذا الموضع أدرك أنها مرسومة بالقطع وهناك بالوصل إذن هذا يعين الحافظ على ضبط المتشابهات والمتشابه من القرآن هذا علم مستقل يعنى به الحفاظ حتى يضبطوا كلام الله جل وعلا ويتقنوا حفظهم إذن هذا ما يتعلق بهذه الفائدة نأتي إلى الفائدة الخامسة والأخيرة وهي الاختلاف في بعض أحكام التجويد هناك شك أن من ثمرة وفوائد معرفة المقطوع والموصول أن بعض أحكام التجويد تؤثر في المقطوع والموصول من مسائل مهمة جدا لا بد لي الطالب والطالبة أن ينتبه لها أثناء التلاوة فإذا ما قرأ الكلمة وكانت مقطوعة فيكون أداؤها وتجويدها مختلفا في بعض الأحوال عن الكلمة إذا كانت موصولة إذن هذه فائدة خامسة لاحظ معي خمسة فائد كلها يجنيها الطالب والطالبة من معرفة المقطوع والموصول إذن هذا يدل على أهمية معرفة المقطوع والموصول نأتي بعد هذا إلى محور آخر من المحاور المتعلقة بهذه الإثراءات وهو ما هو أمامكم على الشاشة ما هي الطرق التي يكون من خلالها معرفة المقطوع والموصول يعني كيف يعرف الطالب أو الطالبة أو القارئ لكتاب الله تعالى أن هذه الكلمة مقطوعة وتلك موصولة هناك طرق لا بد أن نعرفها حتى بإذن الله تعالى نستطيع من خلالها أن نقف على المقطوع وعلى الموصول بمعنى أن نميز بين هذا وبين هذا إذن أول طريقة لاحظ معي أول طريقة يمكن للطالب والطالبة أن يعرف بها المقطوع والموصول النظر في المصحف الشريف وهذا شك أنه متاح بحمد الله تعالى ويسير فينظر القارئ أو الطالب أو الطالبة في كتاب الله تعالى يدرك أن هذه الكلمة مقطوعة وتلك الكلمة موصولة إذن هذا ما يتعلق بالطريقة الأولى النظر في المصحف الشريف وحصر الأشباه والنظائر في المقطوع والموصول ما المراد بالأشباه والنظائر؟ يعني النظير مع نظيره النظير هو المثيل والمشابه فيدرك أن مثلا كلمة مثلا إنما أو ما لي هذا الكتاب مثلا ما لي أو غيرها فيعرف أن في سورة مثلا كذا هذه الكلمة مقطوعة وهي كذلك في سورة أخرى مقطوعة فيجمع المتشابهات والنظائر يجمعها فهذه السورة الأولى والثانية والثارثة جاءت في هذه الكلمة مقطوعة ويأتي إلى سور أخرى جاءت فيها هذه الكلمة موصولة فهذا يعيم بإذن الله تعالى على معرفة المقطوع والموصول نأتي إلى الطريقة الثانية من طرق معرفة المقطوع والموصول فكونوا معي لاحظوا معي هنا حفظ المنظومات التي اعتنت بذكر المقطوع والموصول وحصر كلماتها هنا المنظومات وضعت لماذا؟ يعني العلماء نظموا أبياتا شعرية فيما يتعلق بالمقطوع والموصول فأنت يا أيها الطالب وأنت أيها الطالبة بإمكان كل واحد منكم أن يعتني بإحدى المنظومات التي نظمت في هذا العلم ويستطيع من خلال حفظه لها أن يعرف المقطوع والموصول بمعنى أن يميز بين هذا وهذا طيب هذه المنظومات كثيرة من هذه المنظومات منظومة الجزري الجزري رحمه الله تعالى نظم نظما وأبياتا ذكر فيها المقطوع والموصول وذكر المواضع يعني ذكر المواضع في كتاب الله تعالى المرسومة مقطوعة وكذلك ذكر المواضع المرسومة في كتاب الله تعالى موصولة أيضا منظومة لا آلئ البيان هذه منظومة أخرى من المنظومات التي عنيت بما يتعلق بالمقطوع والموصول كذلك هناك منظومات أخرى فهذه طريقة أخرى يستطيع الطالب والطالبة بإذن الله تعالى من خلال حفظ هذه منظومات أن يعرف المقطوع والموصول لذلك أوصي المعتني بالتجويد أن يعنى بهذه المنظومات يقف عليها يحاول حفظها حتى يتسنى له بإذن الله تعالى معرفة المقطوع والموصول هذا ما يتعلق بالطرق التي من خلالها يتعرف الطالب والطالبة على المقطوع والموصول كنوا معي أيها الطلاب والطالبات مع هذا المحور الذي هو يتعلق أيضا بالإثراءات وهو أن نأتي بأمثلة على المقطوع والموصول بحمد الله تعالى عرفنا المقطوع والموصول كذلك عرفنا فوائد العلم بالمقطوع والموصول أيضا عرفنا الطرق التي من خلالها نعرف المقطوع الموصول هنا وصلنا إلى مرحلة أننا نستطيع بحمد الله تعالى أن نمثل فنأتي بمثال على المقطوع ومثال على الموصول إذن أعطي مثالاً لكل مما يأتي ألف المقطوع نريد مثالاً على كلمة رسمت في كتاب الله تعالى مقطوع المثال لاحظ معي هنا الآية الكريمة أينما تكون يأتي بكم الله جميعاً أين الكلمة المقطوعة هنا لا بد أن يكون عندكم إدراك لهذه الكلمة أحسنتم نعم هنا أينما فهي مرسومة مقطوعة يعني قطعت أين عن كلمة ما لاحظ معي أين قطعت عن كلمة ما إذن هذه الآية أو هذه الكلمة في الآية الكريمة هي مثال للمقطوع مثال للمقطوع نأتي الآن إلى مثال آخر لكن على الموصول نأتي بموضع كتاب الله تعالى رسمت فيه كلمة موصولة كنوا معي لاحظ معي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أين الكلمة الموصولة أحسنتم في قوله فيما فأصلها في ثم ما فرسمت موصولة يعني وصلت ماء بحظ فيه فأصبحت في الرسم في ماء إذن هذا مثال للمقطوع وهذا مثال لماذا؟ للموصول إذن بحمد الله تعالى بهذا العرض الذي عرضناه لكم بحمد الله تعالى أدرك كل منكم المراد بالمقطوع والموصول أيضا عرف الفوائد التي يجنيها من معرفة المقطوع والموصول وهي خمس فوائد بحمد الله تعالى أيضا عرف الطرق التي من خلالها يتمكن من العلم بالمقطوع والموصول ثم يأتي إلى استيعابه للدرس بأن يستطيع أن يأتي بأمثلة من كتاب الله تعالى على المقطوع وعلى الموصول هذا أيضا نأتي إلى تطبيق آخر أو نشاط آخر يثري عند الطلاب والطالبات هذا الدرس ويقوي الملكة والتمكن من الدرس وهو أن نقرأ الأمثلة التالية جهرا يعني يقرأ كل منكم وأنا أقرأ وأن تقرأ معي تقرأ جهرا ثم نحدد المقطوع من الكلمات في الآيات والموصول أول آية معنا إن تبدو الصدقات فنعماهي اقرأوا الآية معي جهرا إن تبدو الصدقات فنعماهي نأتي الآن نحدد في هذه الآية الكلمة المقطوعة يعني الآن الآية هل فيها مقطوع أو موصول أولا نعم الآية فيها كلمة موصولة ما هي الكلمة؟ هي فنعمة إذن الكلمة هي فنعمة لاحظ موصولة فنعمة موصولة نأتي الآن الآية الثانية وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً أين الكلمة؟ هنا وَحَيْثُمَا هل هي موصولة أو مقطوعة؟ نعم مقطوعة لأن حيث لوحدها وما لوحدها إذن حيثما نأتي إلى أنها مقطوعة نأتي إلى الآية التي بعدها كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءَ أين الكلمة؟ نعم هي قوله كأنما هل هي مقطوعة أو موصولة؟ نعم موصولة إذن هذه الكلمة موصولة نأتي إلى الآية الرابعة نقرأ الآية نجهر بها فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ أين الكلمة؟ أحسنتم نعم عن من؟ عن من؟ هل هي مقطوعة أو موصولة؟ نعم مقطوعة إذن كلمة عَمَّنْ مَقْطُوعة هذا المثال أو هذا النشاط يقوي أيضا عندكم أيضا الطلاب والطالبات الملكة والتمكن من معرفة المقطوع والموصول هذا ما يتيسر ذكره حول هذا الدرس ونأتي الآن إلى معلومة مهمة جدا تثري عندكم العلم بهذا الدرس والتمكن أكثر وأكثر هنا المقطوع هو المفصول يعني سواء قلنا مقطوع أو قلنا مفصول العبارة تؤدي معنى واحدا فيسمى المقطوع مفصولا أيضا يعني هذا أصطلاح يطلق على الكلمة التي فصل بعضها عن بعض في خط المصحف فإن كانت الكلمة مفصولة في الرسم لاحظ فإنه يجوز للقاري أن يقف عليها لاحظ معي يقف عليها متى؟ من باب الاضطرار كما قلنا من باب الاضطرار أو الاختبار أو التعليم لكن لا يقف عليها ماذا؟ اختيارا لا وإنما يجوز له أن يقف عليها مضطرا حبسه النفس أصابه سعال مثلا أو يقف اختبارا أراد المعلم أن يختبره أو للتعليم المعلم يدرس هذا الدرس وأراد من الطالب أن يقف فهنا يقف لكن لا يقف اختيارا لأن هذا ليس محلا للوقف هنا ولا ينبغي تعمد الوقف على الجزء الأول من الكلمة المفصولة لغير ثبب يعني لغير اضطرار لغير اختبار لغير تعليم لماذا؟ لأنه ليس بمحل الوقف هذه معلومة جدا في غاية الأهمية وهي ختام درسنا بحمد الله تعالى هذا ما تيسر ذكره وإراده حول الدرس أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المشاهدة وحسن المتابعة وألقاكم بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر